شهر متقلب شهر اثنين دائما صعب للمتنبئين الجوي وشهر انتقالي أصلا لكن هذه الإشارات الآن موجودة بالنسبة لدرجات الحرارة ممكن تكون حول إلى أدفأ من المعادلات وبالتالي نتوقع شهر اثنين أن يكون الواقع مغاير لما هو عليه الحال في شهر واحد وللتنويه حتى أنا أكون واضح وعلمي ومنصف من الناحية العلمية نحن نتوقع فترة نشطة وباردة قد تأتي هذه الفترة من آخر اثناش إلى مثلا نص واحد أو قد تأتي من واحد أول واحد لآخر واحد قد تأتي من منتصف واحد لمنتصف اثنين لا يمكن تحديها بالضبط من الاستحالة لكن واضح هناك إشارات بأن هناك فترة أسبوعين إلى أربع سبيع هي فترة باردة جدا ونشطة جويا نحن نعتقد واجتهاداتنا الشخصية أنها تأتي في شهر واحد فبالتالي لما نبني هذه التوقعات نحن نقول أن شهر واحد بارد وذات أنطار حول المعدلات مع فرصة أنها أعلى من المعدلات شهر اثنين نتوقع بأن على ذلك أن يكون حول المعدلات مع فرصة أن يكون دون المعدلات من ناحية المطرية وأن تكون أجواء أدفأ مما هو عليه الحال في شهر واحد ذلك في شهر اثنين من ناحية السيول تبقى فرص السيول متوسطة على عالي حتى في شهر اثنين الأنظمة الجوية غير مريحة من ناحية السيول بمعنى أن هناك فرص قد تكون مرتفعة لحدوث حالات عدد الاستقار الجوي وإذا درسنا سنوات التشابه نجد أيضا مرة أخرى في شهر اثنين 50% من تلك السنوات تعرضت مرتفعات العاصمة والمملكة لتساقط الثلجي في شهر اثنين وهذه النسبة عالية من جديد فبالتالي الفرصة أيضا جيدة في شهر اثنين لأن تشهد المملكة والمنطقة منخفضات أو منخفض قد ينتج عن أحدها تساقط الثلج من جديد بداية اثنين مش واضح أكون معك صريح لكن بشهر اثنين ممكن نشوفه لأنه إحصائيا أنا عم بدرس الآن شهر واحد داخل في ما يسمى بالجانب النمذجة الرياضية وبالتالي أنا بقدر قاعد عم بشوف من الآن شو فيه بشهر واحد لكن شهر اثنين كله إحصائي أنا عم بنظر سنوات سابقة وهذه لا تفرض علي أن تأتي بالضبط كما هو متوقع ولكن إحصائيا بالعادة هناك نسبة دقة جيدة في معرفة الأنظمة الجوية كملخص لفصل الشتاء الحالي فصل الشتاء الحالي متقلب للغاية سنشهد فترات دفع تأتي ثم أجواء جدا باردة ثم ترتفع درجات حرار من جديد تكرار متكرر للرياح الشرقية والجنوبية الشرقية الجافة على المزارعين الانتباه من موجات البرد المتوقعة في شهر واحد والاستعداد لها لأنه إذي أكثر شيء تصيب المزارعين بشكل عام كميات الأمطار صراحة الموسم هذا من ناحية كميات الأمطار يعني يعتمد على الثلج مش مزح يعني لو جاء منخفضين ذات كميات جيدة في الثلوج قد يكون الواقع المطري ممتاز لكن حتى الآن الواقع المطري غير مطمئ ترجمة نانسي قنقر